جثمان ريان هو الآن بمدينة الرباط بالمستشفى العسكري حيث تم إجراء تشريح الطبي على جثمانه لمعرفة أسباب وتفاصيل الموت وبعد ذلك تم دعوه إلى مستودع الأموات بمدينة الرباط ويتوقع أيضا أن يتم نقله اليوم في الطائرة في المروحية إلى رفقة والده ووالدته الذين يتواجدان بالرباط إلى هنا حيث سيجري دفنه بإحدى مقابر هذه الجماعة جماعة تمروت التي توجد في ضواحي مدينة شفشاون للتذكير فقط فالحادث لم يحدد تحديدا في شفشاون بل بجماعة قروية تدعى تمروت وهي تبعد بحوالي ساعة على مدينة شفشاون كما تلاحظون من خلف هذه الخيام تم نصبها يوم أمس لاستقبال المعزين والأشخاص الذين سيتوفدون من أجل تقديم واجب العزاء والحضور في جنازة الطفل لا نعلم بالتحديد في أي ساعة سيصل جثمان الطفل ريان الذي شغل العالم كما ذكرت منا لكن يبدو أن الاستعدادات جارية من حيث تأمين الطرق لتفادي وقوع عرقلة في السير أيضا هناك حديث على حضور بعض المسؤولين لا ندري إن كان هذا الخبر صحيحا لكننا ستتضيح الصورة بصفة أكثر خلال الساعتين القادمتين